بحر المنش أو بالأحرى مقبرة المنش التي باتت تبتلع أرواح المهاجرين غير الشرعيين مجبرين غير مخيرين للوصول إلى بريطانيا التي يرونها الأرض التي تمنحهم حلم العيش بسلام ثلاثون مهاجراً من بينهم طفلة وخمس نساء إحدهن حامل لقوا حتفهم في حادث غرق زورق في قناة المنش جمال فرنسا وهذه أكبر حصيلة تسجل منذ تنام عدد عمليات العبور عبر المنش في 2018 كارثة إنسانية مؤلمة على طريق الهجرة استدعت من باريس ولندن اتفاقاً بسبغة طارئة لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي وزير الداخليات الفرنسي جيغال دارمانون أعلن من كالي شمال فرنسا عن اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في أنهم مهربوا مهاجرين على علاقة بغرق الزورق داعياً إلى رد فعل دولي قوي وجدي تجاه الحادثة رغم الخلاف المتصاعد بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية حول كيفية منع عبور المهاجرين الذي تزايد بشكل رافت في الآونات الأخيرة فإن الواقعة دفعتهما اليوم إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة لاحتواء هذه الظاهرة حتى وإن لم تحد جنسيات الغرق في هذا الحادث الماسوي يبدو أن التصدي بحزم الإعصابات الاتجاري بالبشر صار محتماً على أوروبا بشكل عام وعلى فرنسا، إيطاليا وبريطانيا بشكل خاص هذه البلدان التي سجلت أجهزتها خمسة عشر ألف وأربعمائة محاولة عبور وإنقاذ ثلاثة ألاف وخمسمائة راكب خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري اشتركوا في القناة